موسيقى عشى متيما صادق النية حمل بياض قلبه وبحط صوته المميزة وغنى موسيقى إله الفنان كرام سعيد مرسال ابن المكلة جوهرة البحر والجبل كما قيل واحد من أشهر ربابينة الغناء في اليمن والجزيرة العربية وأحد أساطين وسفراء اللون الحضرمي لم يكن كرام مجرد مغن هاون بل كان عازفا وملحنا وصاحب طبقة صوتية متفردة وفن تعال به فأعذاه حتى أسكنه قلوب محبيه توكل لأشواق الناس ونذر روحه المحبة لهم فكان بين ثنائية الحب والابتسام والصوت والأداء واللحن والقصيدة تكاملا وتنسيق بين الفن والروح موسيقى ولد كرام عام 1946 في واحد من أقدم أحياء مدينة المكلة وبدأ مشواره الفني في السابعة عشرة من عمره وهو العام ذاته الذي فقدت فيه حضرمونت واليمن فنانها ذائع الصيط محمد جمعاخان وكأن الأقدار قدرت لحضرمونت فنانا خليفة لجمعاخان فكان كرام موسيقى سرعان ما تلمس الفتى وقتها درب سلفه محمد جمعاخان فكانت أغانيه بساطا لكرامة وصلته إلى الساحة الفنية غنى لنصف قرن من الزمن متوغلا في حياة الناس داخل حضرمونت وخارجها بل داخل اليمن وخارجها أيضا حتى ردد أغاني فنان الجزيرة والوطن العربي موسيقى غنى للوطن والحب والمرأة والحياة والبحر والغربة غنى لهم ورتل أحلامهم وزرع البسمة على وجوههم رغم تعبهم وبؤسه فامتسج صوته بكل ذلك اتكأ كرامة في أغانيه على مخزون معرفي واسع بالتراث الحضرمي في مقاماته وموسيقاه فكان جزءا من تاريخ الأغنية الحضرمية بشكل خاص واليمنية بشكل عام اشتهرت أغانيه العاطفية والوطنية كما اشتهرت أغانيه السياسية الناقدة للوضع والكاشفة لملابسات معظم القضايا طوف صوته العذب على صنعاء وعدن وشبوة وسائر مدن اليمن وقراها وجبالها وارتحل فيها كما ارتحلت أغنيته الشهيرة طوف على صنعاء وعلى عدن يطير فكان زاد الأرواح ودبض القلوب ومصدر فرحها هو الذي أبكى القلوب حين غنى لليمن رائعة المحضار حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن فكانت هي محبوبته وكان هو محبوب الشعب كله ظل كرامة متعبدا في محراب الوطن ولم يغادر حضر موت واليمن إلا ليعود إليها رغم أن الجزيرة العربية كلها قد فتحت أبوابها أمامه لكنه فضل البقاء مع جوهرة قلبه المكلة صادحا لها ولليمن وللعاشقين حتى توقف قلبه في الثالث من أغسطس 2014 بعد 72 عاما من حياة ملؤها الحب والجمال تاركا خلفه إرثا فنيا خالدا في أرواح اليمنيين وذاكرتهم حل السلامة ساعة حظورا لا نستنى يا كامل اشتركوا في القناة شكرا